موسيقى السيسي يصل نيروبي لعقد مباحثات مع نظيره الكيني تتناول سبلة عزيز التعاون بين البلدين شريف اسماعيل يبدأ اليوم عقد لقاءة مع الوزراء الجدد ويعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بتشكيلته الجديدة الأربعاء المقبل استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي بالرقة وانسحاب عدد كبير من قادة التنظيم من المدينة العاشرة صباحا في القاهرة أثمنا بتوقيت جرانيتش موعد نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم إلى نيروبي في زيارة تستغرق يوما واحدا وهي الأولى التي يقوم بها الرئيس إلى كينيا وصرح السفير على يوسف المتحدث الرسمي باسم رأسة الجمهورية بأن زيارة جاءت تلبية لدعوة الموجهة لاستيادته من الرئيس الكيني هذا ومن المقرر أن يجري الرئيس محادثات مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وسبل مكافحة الإرهاب هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس والرئيس كينياتا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات أعلن رئيس الوزراء الشريف إسماعيل أنه سيبدأ اعتبار من اليوم عقد لقاءات مع الوزراء الجدد وأشار إسماعيل إلى أنه سيتم عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بتشكيلته الجديدة يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لإعطاء فرصة للوزراء الجدد لدراسة الملفات الهامة بوزاراتهم كان الوزراء الجدد والمحافظون الجدد قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مدهمة البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء وقد أصفرت أعمال المدهمات خلال الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من فبراير الجاري عن مقتل ثلاثة تكفيريين والقبض على ثلاثة آخرين كما أصفرت هذه العمليات عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي على عبوات ناسفة وبعض الذخائر والمعدات التي تستخدمها العناصر التكفيرية كذلك نجحت قوة إنفاذ القانون في تدمير ستة عربات دفع رباعي وثلاث دراجات نارية ونتج عن أعمال المدهمات استشهاد ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بمنطقة جبل الحلال وبالعودة إلى خبر زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيروبي معنى هاتفيا من هناك موفدة تلفزيون المصرية الزميل شريف فؤاد شريف بعد التحية طبعا خير يا حمد ليسوا لمشاهديك الكرام في مصر يعني الآن هبطت مسلامة الله طائرة الرئيس في مطار نيروبي في مستهل الزيارة في السهر السيسي واحدا هناك اهتمام بالغ الحقيقة في هذه الزيارة تقوى من الجانب المصري أو من الجانب الكيني تعلن أنه هناك علاقات متميزة عبر التاريخ تربط البلدين كينيا بلد مهمة لدعم الاستقرار والسلام والتنمية في إفريقيا ومن هنا كان حريص الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار توجهاته في علاقات متميزة مع كل دول القارة ودول حوض النيل خصيصا التقى الرئيس أهورو كينياتا رئيس كينيا قبل أسبوعين على هامش القمة الإفريقية في أديثة بابا واليوم يقوم الزيارة أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية بين النصر وكينيا هناك واحد جرافية للسواف يصحب السيد الرئيس ومكون من وزير الخارجية للطبع سيد سامح شكري أيضا وزير التجارة والصناعة المهندس طريق قبيل وزير الرئي الدكتور محمد عبد العاطي بالإضافة إلى الوزير خالد فوزي مدير المخابرات العامة وعدد من المسؤولين والسيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية من المفترض أن تستمر الزيارة اليوم واحد فتجرى مباحثات موسعة بين الوفدين إضافة إلى جلسة ثنائية بين الرئيس المتحدة والرئيس أهورو كينياتا رئيس كينيا كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار نايروبي وزير أمينة محمد وزير إضراع ولي بيت ستواجد بداية إلى القصر الرئيسي ثم ستكون في نهاية سيارة سيارة إلى بقر الأمم المتحدة في نايروبي سيكون لك أيضا مؤتمر صحفي بين الرئيسين عقب انتهاء المباحثات بينهم نعم شريف من المعروف أن مصر وكينيا عضوان في تجمع الكوميسا إلى أي مدى ستلقي هذه الأبعاد الاقتصادية على المؤتمر بين رئيسين السيسي ورئيس الكيني أهورو كينياتا؟ هناك اهتمام بالغ أحمد بالجانب الاستجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة أن حجم التبادل السيجيري يبلغ حوالي 568 مليون دولار هذا الحجم لا يرقى إلى المقاومات التي تملكه البلدان في هذا الإطار ومن ثم هناك رغبة حقيقية تدى الدولتان إلى تنمية وتعزيز التبادل بالشكل الذي يليق بمكانة البلدين وبالتالي هناك رغبة حقيقية أيضا من قيادة الدولتين على تعزيز التجارة ولعل هذا الأمر يعني ينعكس بوضوحة في وجود المهندس صارق قبيل وزير التجارة والصناعة في الوفد المرافق للسيد الرئيس أحمد نعم أشكرك زميل شريف فؤاد موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة الكينية نيروبي موسيقى موسيقى توصلت الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في ريف الشمالي الشرقية لمدينة رقة الاشتباكات تركزت في منطقة جسر شنينة الاستراتيجية الواقية على نهر البليغ وذلك بعدما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على الجسر محقيقة تقدما جديدا نحو الرقاد من المرحلة الثالثة من عمليات غضب الفرات كان قادة تنظيم داعش الإرهابي بدأوا يغادرون مدينة الرقة السورية على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي أعلنت لجان التنصيق المحلية السورية أن حصيلة ضحايا الجمعة جراء القصف والاشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد بلغت ستة وخمسين شخصا من بينهم ثلاثة عشر طفلا وتسع سيدات وتعرضت مناطق في أرياف دمشق وحلب وحماء وحي الوعر في حمص للقصف مع اشتباكات في مدينة الدرع وريفها يأتي هذا فيما استعادت القوات الحكومية السيطرة على إحدى القرى غربي مدينة تدمر بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش وسقوط قتلى في صفوف مقاتلي أكد وزير الخارجية الألمانية توافق الدول التي شاركت في اجتماع بشأن الأزمة السورية في مدينة بون الألمانية على ضرورة حل الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة وعقب الاجتماع الذي عقد على هامش مجموعة العشرين أكد المشاركون على دعمهم الكامل لاعتماد الحل السياسي كحل أساسي للأزمة السورية وكذلك ضرورة استئناف مفاوضات جونيف بين أطراف الأزمة والتي من المقرر أن تعقد الخميس المقبل اجتماع ديبلوماسي جديد حول الأزمة السورية عقد في مدينة بون الألمانية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين ضم عددا من الدول الغربية والعربية الداعمة للمعارضة السورية وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أبدأ وزير الخارجية الفرنسي والألماني انطباعات إيجابية بعدما حصل على تأكيدات من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على دعم جهود الأمم المتحدة في مفاوضات جينيف بين الطرفين نزاع السوري انقضت بضعة أسابيع منذ أن التقت مجموعة العشرين لآخر مرة وكانت ضرورة لنا بعد تسلم إدارة جديدة وفرصة لتبادل وجهة النظر مع زميلنا وزير خارجية الأمريكي وأعتقد أن اللقاء كان مهما ويشكل آدات هامة لإجراء حوار وثيق مع الولايات المتحدة بشأن القضية السورية وقضايا أخرى كثيرة كما أعرب الوزيران عن أملهما في أن يتمكن الديبلوماسيون من إحراز تقدم خلال المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل حول سوريا في جينيف المفاوضات اليوم هامة لتنسيق تحركاتنا لأننا نتوقع دخول عملية سياسية جديدة مع استئناف المحادثات في جينيف ولكن في الوقت نفسه نحتاج أيضا لأن نكون واقعيين جدا حول هذا الموضوع ويخشى الغرب أن ينصرف الاهتمام الديبلوماسي حول الملف السوري من مفاوضات جينيف برعاية الأمم المتحدة إلى مباحثات أستانا التي طرعاها روسيا وتركيا وإيران في كازاخستان تستعد القوات العراقية التي استعادت الجانب الشرقية من الموصل الشهر الماضي لشني هجوم قريب على معاقل الإرهابيين في القسم الآخر من المدينة كانت الأمم المتحدة قد حذرت من كارثة إنسانية وشيكة في الشرطر الغربي من مدينة الموصل بعد أن أصبح يدخل أي إمدادات غذائية لهذا الجزء من المدينة أمرا مستحيلا في ظل تواصل معارك التحرير معركة تحرير الموصل لا تزال مستمرة ومعركة الفرار من أحيائها أيضا لا تزال مستمرة من يتمكن من الفرار يبحث عن ملاذ آمن في مخيم من تلك التي أقامتها سلطات العراقية أو الأمم المتحدة أو حتى منظمات الإغاثة لكن ماذا عن من بقوا؟ النصف الغربي من المدينة لا يزال أغلبه تحت سيطرة داعش والعمليات الحربية خلفت أزمة غذاء حادة الأوضاع ازدادت سوءا خلال الشهرين الماضيين وتحديدا بعد إغلاق الطريق الرابط بين الموصل وسوريا على يد جماعات مسلحة تابعة للحكومة حتى أنه لم يبقى أمام الأسر إلا أن تكتفي بالخبز والماء نازح آخر من سكان غرب الموصل نجح في الوصول إلى مخيمات النزوح في الشطر الشرقي المحرر من المدينة أكد أن من بقوا في الأحياء الغربية لا يجدون حتى الخبز الأمم المتحدة من جانبها تقول أنه حتى بداية النصف الثاني من شهر يناير الماضي أي منذ ما يزيد على الشهر كانت الأغذية لا تزال متاحة في غرب الموصل وإن تراجعت كميات شحنات الغذاء وذلك بسبب نقص التمويل مياه الشرب والوقود أيضا شحيحان لدرجة الندرة والآن بات إدخال أي مساعدات إنسانية من أي نوع للشطر الغربي حيث يقيم حوالي 750 ألف شخص بات ضربا من المستحيل ينطلق غدا بالعاصمة التونسية اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبية بمشاركات وزير الخارجية سامح شكري وصرح وزير الخارجية تونسي خميس الجهيناوي أن الاجتماع سيشارك فيه أيضا وزير الخارجية الجزائرية عبدالقادر مساهل لوضع مجموعة من التوصيات ترفع إلى رؤساء دول الجوار يأتي الاجتماع في إطار مبادرة دول الجوار لحل الأزمة الليبية وتعقبه قمة على مستوى الرؤساء بمناسبة ذكرى الثورة الليبية أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج أن يده لا تزال ممدودة لجميع الأطراف للحوار والتصالح والتسامح مشيرا إلى حرصه على أن لا يكون طرفا في الصراعات العسكرية ويواصل الليبيون لاحتفال بالذكرى السادس لثورة السابع عشر من فبراير حيث تنظم عروض عسكرية واحتفالات وأنشطة أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد على الرغم مما تشهده بلادهم من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية لم يغفل الليبيون الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير والتي أطاحت بنظام معمر القذافي ففي طرابلس تجمع آلاف الليبيين في ساحة الشهداء في وسط العاصمة في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ومن المقرر أن تستمر موجة الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة الليبية حتى بعد غد لاثنين حيث ستنظم في أنحاء مختلفة من البلاد احتفالات وعروض عسكرية وأنشطة أخرى شعب الشعب الليبي في رحم اليوم إن شاء الله يستطيعوا طيبين نحن صلاحي أنه يعمل الأمان على ليبيا وجميع الحال البلاد لأن يقفوا الاقتتال بين الليبيين وتكون دولة عمدانية حديثة نشارك فيها كل شعب الليبي بدون اتصاع ولا تهميش نقول للشعب الليبي إن شاء الله كل عام خير من عام الدورة طلعت نظيفة لكن استغلوها بعض الناس إن شاء الله تهم الأمن والأمان وإن شاء الله يرجع خير لحلاتنا جدير بالذكرى أنه في 17 فبراير عام 2011 اندلعت الثورة الليبية التي تحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية ضد نظام القذافي ومنذ ذلك الحين لم ينعم الليبيون بأي ثمار من جراء ثورتهم التي أججت النزاعات القبلية المسلحة وأرسد قواعد للإرهابيين في ليبيا وتتنازع السلطة حاليا في ليبيا حكومتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي تحظى بدعم دولي ومقرها ترابلس وحكومة أخرى منافسة تسيطر على الشرق ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها طبر أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض أنه يرفض أي تسويات أو صفقات معه بشأن تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة لليبيا مقابل تعيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبي ليفني في منصب رفيع بالأمم المتحدة تصريحات فياض تأتي عقب تأكيد الدبلوماسيين أن الولايات المتحدة أعاقت في الأمم المتحدة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش قد أبلغ مجلس الأمن عزمه تعيين فياض على رأس بعثة إلى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن اتفاق سياسي أطلق رئيس التركي رجب طايب أردوغان حملته استعدادا لاستفتاء السادس عشر من إبريل بشأن تعديل دستوري يوسع صلاحيته كرئيس ويحكم به قبضته على السلطة في المقابل تخشى المعارضة أن يكرس النظام الرئيسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد ويعزز نهج التسلط لدى الرئيس التركي استعدادا للاستفتاء حول التعديل الدستوري الذي يوسع من صلاحياته أطلق رئيس التركي رجب طايب أردوغان حملته لحشد دعم الأتراك إزاء التغييرات التي يطمح إلى إدخالها في الدستوري التركي لوسع من قبضته على السلطة فمن مدينة كهرمان مراش شرقية البلاد التي يحظى فيها بشعبية كبيرة انطلقت جولة أردوغان التي ستستمر خلال الشهرين المقبلين لكسب أصوات الناخبين في الاستفتاء المقرر إجراؤه في السادس عشر من إبريل المقبل النظام الرئاسي هو مشروع الخاص الذي لطالما دفعت عنه وأصررت عليه منذ توليت منصبي كعمدة لإستنبول لطالما كافحت وما زلت أكافح من أجل هذا النظام الذي أعتقد أنه سيعود بالنفع على المواطنين والأمة وفي حال إقرار التعديل الدستوري نهائيا في الاستفتاء العام المقرر فستنتقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى الرئيس قبل إلغاء المنصب واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الدولة وما يروج له الرئيس التركي على أساس أنه في صالح البلاد تؤكد المعارضة أنه سيعزز من نهج التسلط لدى إردوغان وستؤسس تلك التعديلات لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد عبر السماح له بالبقاء في السلطة حتى العام الفين وتسعة وعشرين وردا على رفض المعارضة التركية للتعديلات الدستورية يرى المحللون أن القادة الأتراك باتوا يتبعون خطابا يقوم على تشويه صورة المعارضين وتأكيدا لهذا الموقف قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن ما وصفها بالمنظمات الإرهابية تخوض مجتمعة حملة من أجل حشد التصويت بلا على التعديلات الدستورية وروجت السلطات التركية عبر وسائل الإعلام الموالية لها أن رفض تصويت الإصلاح الدستوري يصب لصالح الإرهابيين وداعم التمرد أعلن الجيش الويناني أن سفينة عسكرية تركية أطلقت نيرانها في المياه الإقليمية قبالة إحدى الجزر جنوبي شرقي بحر إيجا وقال مصدر عسكري يوناني إن سفينة الدورية التركية غادرت المنطقة بعد تدخل فرقاطة يونانية وتوجيه التحذير للسفينة التركية وأضاف المصدر أن البحرية الحربية اليونانية ما زالت في وضع المراقبة المكثفة بعد الحادث معضحا أن تركيا كانت قد أصدرت مساء الخميس بلاغا عن منورات في المنطقة لكن اليونان رفضته لأنه يشمل منطقة في المياه الإقليمية اليونانية تتوصل اليوم أعمال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن بألمانيا حيث يتحدث نائب رئيس الأمريكي مايك بينس إلى المشاركين حول العلاقات الأمريكية الأوروبية خطاب بينس يأتي غادات خطاب مماثل لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أكد فيه على أهمية العلاقة بين ضفطي الأطلسي والولايات المتحدة والتي اعتبرها الحصن المنيع في وجه عدم الاستقرار والعنف وسط قلق من توجهات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تصديف ألمانيا أعمال الدورة الثالثة والخمسي لمؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من 30 دولة من عالم السياسة والدفاع والاقتصاد من بينهم رؤوساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية نقاشات هذه الدورة يتصدرها ملف العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة وعلاقة واشنطن بحلف الشمال الأطلسي النيتو وانعكاسات ذلك على الحرب على الإرهاب والعلاقات مع روسيا فضلا عن التهديدات التي تفردها كوريا الشمالية والأزمة السورية الولايات المتحدة حاولت تخفيف حدة القلق الأوروبية من توجهات دارة ترامب والتزامها تجاه الأمن في القارة العجوز بتأكيد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتياس أن حلف النيتو لا يزال ركيزة أساسية للولايات المتحدة وأن الرئيس ترامب يدعم بقوة هذا التكتل رغم تصريحاته السابقة بأن حلف النيتو عفى عليه الزمن وكانت الدول الأعضاء في الحلف قد عبرت عن قلقها بشأن تصريحات ترامب ومتالبته الدول الأعضاء في الحلف بزيادة إنفاقهم العسكري وأن يتحمل جميع المستفدين من أفضل دفاع في العالم حصتهم المناسبة من التكلفة الضرورية للدفاع عن الحرية الأمين العام لحلف النيتو يانس تلتنبيرج أكد أن الحلف لا يزال أساس الأمن عبر الضفطي الأطلسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديدات العسكرية لكنه طالب الضوء للأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري وتقاسم الأعباء المالية أنا واثق تماما أن الرسالة التي يريد الجميع إيصالها ستكون وحدة الضفطي الأطلسية وأهمية الوقوف صفا واحدا لحماية بعضنا البعض وتوقع من كل الحلفاء وقف التخفيضات في إنفاقها العسكرية والوفاء بما تعهدت به عام 2004 وهو تخصيص 2% من إجمال نتيجها الداخلية للنفقات الدفاعية لسيما أن بعض الدول الأعضاء اقتربت جدا من الوفاء بتعهدتها لكن لا تزال مسألة تقاسم الأعباء المالية محل جدل بين الدول الأعضاء في الحلف وستكون في طالعة الملفات المطروحة للبحث خلال قمة حلف النتو المقرر عقدها في مايو المقبل في بروكسل بمشاركة ترامب يشار إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيف العاصمة البابرية في فبراير من كل عام هو الهم والأكبر من نوعه في العالم وعقد لأول مرة عام 1963 وينظم تحت شعار السلام من خلال الحوار ويعد منصة مهمة من أجل الأمن والاستقرار العالميين دع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير البريطانيين إلى منع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحثهم على تحرك موجة شعبية شبيهة بالتي حركها مؤيد والانفصال وانتهت بفوزهم بالاستفتاء الشعبي في يونيو الماضي كانت الحكومة البريطانية قد أكدت مراراً أنه لنية للرجوع عن نتيجة الاستفتاء الذي أيد الانفصال مشددة على ضرورة احترام الإرادة الشعبية في هذا الشأن نعم الشعب البريطاني صوت من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي وأنا أتفق مع أن إرادة الشعب يجب أن تسود أقبل الآن بأنه ليس هناك رغبة واسعة نطاق لإعادة التفكير لكن الشعب صوت دون معرفة شروط البريكزيت ومع وضوح هذه الشروط فمن حقهم أن يغيروا رأيهم ومهماتنا إقناعهم بذلك سمع دوي انفجار كبير داخل مجمع سفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل وذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار أعقبه إطلاق نار ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن وقوع ضحايا وذكر شهود عيان أن أعمدة الدخان يمكن رؤيتها تتصاعد من المبنى المجاوري لمقار السفارة أعلنت الشرطة الماليزية أنها ألقت القبض على رجل يحمل الجنسية الكورية الشمالية في إطار التحقيق في اغتيال كيم جونج نام الأخي غير الشقيق لزعيم الكوري الشمالي كيم جونج آن مشيرة إلى أن رجل الذي أوقف مساء الجمع يملك وثائق تمنح للعمال الأجانب يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ماليزيا إجراء تشريح ثاني لجثة الأخي غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية والذي اغتيل في مطار كوالا لنبور ويحاول جهاز الطب الشرعي بماليزيا كشف ملابسات عملية الإغتيال التي استهدفت كيم جونج نام ونسبت إلى عملاء لكوريا الشمالية ختام النشرة تذكرة بأبرز عنوين أخبارها الرئيس سيسي يصل نيروبي لعقد مباحثات مع ناظره الكيني تتناول توبولة تعزيز التعاون بين البلدين شريف إسماعيل يبدأ اليوم عقد لقاءات مع الوزراء الجدد ويعقد اكتماع الحكومة الأسبوعي بتشكلته الجديدة الأربعاء واستمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابية بالرقة وانسحاب عدد كبير من قادة التنظيم من المدينة أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء